أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تواصل السيرة نحو تحقيق متطلبات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 بما يتضمنه ذلك من جهود كبيرة في مختلف قطاعات الدولة سعيا لتحقيق طموحات الشعب المصري جاء ذلك خلال استعراضه التقرير الصادر مؤخرا عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تحت عنوان جهود على طريقة التنمية حيث أشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تحقيق معدلات نمو تسهم في تعزيز وضع الاقتصاد الوطنية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن جانبه أوضح القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أسامة الجهري أن التقرير يلقي الضوء على أحدث المؤشرات التنموية وأهم نتائج الجهود المبذولة على مختلف الأصعادة من خلال عرض تفصيلي لأهم التقارير المحلية والعالمية والتي اهتمت برصد عدد من المؤشرات التنموية في مصر